ما تباكش دعوه انت ميركز معاه ولا لا يا عبدالجبار ده حوار سهلة كبير ما تشلوش همه احنا هنفور الحوار ده ونخلصه مسافة ما تشابلك في انجان قهوة ونسلمك هنا وانت تصرفها بمعرفتك لا اللي ما تعودش على الراحة الراحة ما تريحوش وانا ما تعلمتش يصدر للجلد في وش المدفع يا عبدالجبار واستخبه وراها صحة ولا لا بقولك يا كبير انا محتاج اعود معاك في حوار هيطاول شوية ماشي احنا كده قفلنا المحر ما تقلقش كلها يومين والعادي هتتجابها تتجابها انا بس عايزك لو افتكرت رقم العربية او اي حاجة تكلمي تعبناك معنا بشي شكرا يا باشا يا باشا لم اوازم علش معرفش يرد عليك كنتم الخوم كده في حوار حوار كان ممكن يجيب أجلك قلتلك البنت دي خطر انت مرقبني با يا باشا وليك عين في كل مكان ايو عين عليك وعلى اي واحد من رجالتي انت مش اي واحد يا سفين تمام يا باشا ما تقلقش انا كويس حصل خير عمر الشاي باقي كان ممكن تموت ورصاصة تيجي فيك بدل الهانم العملية بعد بكرة وانا معتمد عليك اي غلطة منك العملية هتتلاوي تمام يا كبير ما تقلقش العملية هتتم وكل حاجة هتحصل زي ما انت عايز تفضل يا عم في ايه يا مصطفى اسود مالك تقول الطريق راكب على اوداني وبقك عمالي يرمي حكم ومواعز كأننا عيال زغيرة يا عم الأحكم ولا مواعز ولا نصائح انا بناورلك طريقا عشان تضرب الاسمه مرسيل ده لازم تعدي في سكة صاحبك وما اظنش بقلك هتعد في سفينة اسمع على مصطفى اسود اللي انا عايزه هاوصله وانت معايا وفي حاجات جوادمية بتترتب هتعرفها في وقتها ومش عايز اي حوار بيننا يوصل فهمتك؟ مش مصطفى الاسود اللي تقاله الكلمتين دول يا سرية بيه واللي بيننا كان بيننا يا عم وما بقاش اللي تخلاك هتدوس على عشرة عمرك مش هتدوس عليها في سكتك فيه يا مصطفى؟ انت غبي؟ من امتى بادوس على العش والمالح انا؟ ما انا شايف غالة وشايف اتنين صحاب بعضوا بفاعد وعشرة عمر اتكلم ولا ما اتكلمش شاكرك هتدوس على صاحبك من حصله هدوست يا مصطفى هتعمل ايه؟ دوس براحتك يا سرية بيه؟ انا ما بدوس على صحابي سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة